في اول رد على اعلان الولايات المتحدة اجراء تدريبات عسكرية في مضيق تايوان عبرت تايوان عن امتنانها لواشنطن للحفاظ على الامن والسلم في المضيق وقالت وزارة الخارجية التايوانية ان ما وصفته بالترهيب العسكري والاقتصادي غير المبرر من جانب الصين عزز وحدة وصمود المعسكر الديمقراطي العالمي ومساء الجمعة اعلن كورت كامبل كبير مستشاري الرئيس الامريكي لشؤون اسيا ان الولايات المتحدة ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان خلال الاسابيع المقبلة واكد كامبل ان القوات الامريكية ستواصل القيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك وهذا على الرغم من تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من اراضيها واعتبر ان بكين استخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي ذريعة لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن فيها وان الصين بالغت في ردها ولتزال افعالها مستفزة ومزعزعة للاستقرار يأتي ذلك بعد اعلان الجيش الصيني انه استكمل تدريبات قتالية واسعة النطاق حول تايوان وصفتها حكومة تايبي بانها محاولة للسيطرة الشاملة